خطوة تعليمية دروس وامتحانات لا تنسى تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات وتدير جامع ومشاركة صفحتنا على الفيسبوك خطوة تعليمية ابتدائي متوسط ثانوي هذا سيشجعنا نقدم المزيد والمزيد السلام عليكم مرحبا بكم شاء الله تكونوا لبس مازلنا مع سلسلة مراجعة الرياضيات للامتحانات هذا الفيديو رقم 6 مراجعة رقم 6 سنحل فيها وضعية إدماجية خاصة بالبيع والشراء ما لا نضيعوش بزاف الوقت تابعوا معايا اول خطوة لحل الوضعيات كما قلنا هي انه يقراها قراءة اولى تعطلت سيارة ابيكا ففحصها الميكانيكي فتبين له انها تحتاج الى 4 عجلات ثمن الواحدة 3500 دينار احسب ثمن العجلات ومبرد ماء ب 5400 دينار وبطارية ب 3700 دينار احسب تكاليف اصلاح السيارة مع العلم ان اباكا بحوزته مبلغ قدره 25000 دينار ما هو المبلغ المتبقي بحوزته هذه القراءة الاولى القراءة الثانية كما قلنا تقرأ والمعطيات تكتبهم هنا عندك في ورقة المحاولات هيا تبع معايا خلينا نهز المعطيات بالتدقيق تعطلت سيارة ابيكا ففحصها الميكانيكي فتبين له انها تحتاج الى 4 عجلات ترسم 4 عجلات ترسم 4 عجلات واحد اثنان ثلاثة اربعة ثمن الواحدة 3500 دينار هذه الاولى وهذه الثانية الثالثة والرابعة ثمن الواحدة 3500 دينار هذه مكررة اربع مرات ثمن العجلة الواحدة هو 3500 دينار احنا لدينا 4 عجلات هذيك 3500 دينار مكررة اربع مرات ثمن العجلة الولى والثانية والثالثة والرابعة كل عجلة حط 3500 دينار متفقين دعنا ترجموها الى عملية ها تبع معايا اشترى الابو أربع كارات اشترى الابو ثمن العجلة الواحدة 3500 دينار مكررة اربع مرات اربع عجلات كل عجلة تساوي اتمنى تكون فهمتنا اعطيك مثال اخر باش تتاضح لك الرؤية اتبع معايا اشترى الابو اربع كاراريس ثمن الواحد هو 90 دينار احسب ثمن الكاراريس اشترى الابو اربع كاراريس ها عندك ربع كاراريس ثمن الواحد هو 90 دينار ها عندك ثمن الواحد تسعين دينار تكرره شحال من مرة عندنا تحسب واحد ثلاثة ربع كاراريس ثمن الواحد شحال كاراريس شحال كررناه شحال احسب 4 90 في 4 متافقين كما قلناه هو الصرف على ربع عجلات كل عجلة اخلصها بس 3500 دينار تجد الى هنا و تدير العملية العمودية 300 3500 في 4 كم تساوي كما قلنا 4 في 0 أي حاجة تضربها في 0 تعطيك 0 تفهمين 4 في 0 4 في 5 4 في 5 اشحال هل يجب لكم حافظ جدا ولا الضرب 4 في 5 نور مرموط أعطيك 20 إذا كنت تحافظ جدا ولا الضرب ستجاوب بسرعة إذا لم تكن تحافظ جدا ولا الضرب أو لا نسيت تبعا معي ندروا الطريقة هذه اللي علمتها المرة اللي فاتت 4 في 5 معنتها 4 مكررة 5 مرات دعنا نعود و 4 نكرروها 5 مرات 4 4 4 4 4 وتجمح وتشوف 4 زيد 4 4 8 وتجد لهم 4 12 وتجد لهم 4 16 وتجد لهم 4 وتعطيك 20 كما حفظناها 20 دونك 4 في 5 اللي هي 20 تكتب الصفر عندك الحق هنا تكتب رقم 1 الباقي تحتافظ به هنا 2 4 3 4 3 12 4 4 مكررة 3 مرات 4 4 4 4 8 4 4 3 12 2 14 متفقين وهذه هي النتيجة 14 ألف علينا نكتبها هنا 14 ألف دينار لا تنسى الوحدة ونكتب هنا ثمن العجلات هو 14 ألف دينار فهذا كان جوابنا على السؤال الأول انتهى بقى المرصاص في الورقة على الامتحان تدير لهناش سلطة باللي رك جاوبت كما ندرت لهناء علامة فيه مع تلك السؤال هذا رأني كملته وننسيته بش ما تنسى الاسئلة خلينا نكمل ونقرأ وقال لك ومبرد ماء ب 5400 دينار وبطارية ب 3700 دينار تهدي جارك انسيت كنت تتحل في السؤال الأول مع لباكش ما مبرد ما معتقلك أحسب تكاليف إصلاح السيارة من الأفضل تعود تقرأها لمرة أخرى قلينا نعاود نقرأها لمرة أخرى تعطلت سيارة أبيكا ففحصها الميكانيكي فتبين له أنها تحتاج وش تحتاج تحتاج ربع عجلات ها ربع عجلات وثمن الواحدة 3500 دينار وقال لك أحسب ثمن العجلات جوابنا عليه ومبرد ماء الثانية تحتاج مبرد ماء ب 5400 دينار وبطارية ب 3700 دينار ما تنساش دينار حسب تكاليف إصلاح السيارة قلنا بللي السيارة معطلة وش حال خسر عليها الأب كدها الميكانيكي ميكانيكي وش قال له قال له خاصة مبرد ماء هذا هو المبرد وقال له خاصة بطارية وهذا هو ثمن البطارية ثمن العجلات وفي البداية قال له ثمن العجلات الواحدة هي 3500 دينار وهو صلح أربع عجلات ها جوابنا لذلك نحن نفعله وقال لك أحسب تكاليف إصلاح السيارة التكاليف هي ثمن 14000 دينار وش راح نديروه ندروه عملية جمع خلينا نكتبوهنا العملية اللي راح نديروها نبدأ بأول حاجة اللي هي العجلات اللي جاوبنا فيها من الأول تجيبها من الإيجابة ها تكتبهنا 14000 زائد المبرد ها نكتبناه اللي هنا 5400 وتزيد له ثمن البطارية اللي هو 3700 تكتب هنا تساوي دون كل هنا تكتب تكاليف إصلاح السيارة وتكتب هنا هي عملية الجمع بين هذا الأرقام وهذا الأعداد هي عملية الجمع بين هذه الأعداد هذه الأعداد خلينا نرحو نجمعوهم نرسموه خط الهنا نكتبوه 14000 نزيدو لها 5400 ونزيدو لها ثاني 3700 وتجمع عادي إذا ما قدرش تجمع هاذا ثلاثة أعداد وجاوك صعاب وش تدير تجمع الأول والثاني كيتكمل وتزيد لهم الثالث ما تفقين خلينا نحن نجمعوهم في ثلاثة بشتوالف 00 يعطيك 0 والله هنا 00 يعطيك 0 4 وهذه سبعة تفقين 0 زايد 4 4 4 زايد 7 هي 11 تكتب بالواحد وتحتفظ هنا بالواحد 1 زايد 4 5 و5 زايد 5 10 زايد 3 13 تكتب هنا ثلاثة وتحتفظ بالواحد وهنا يبقى لك 1 زايد 1 وهنا لا شيء وهنا لا شيء طيبك 1 زايد 1 هي 2 تكتب هنا 2 بكل بساطة وهذا هو الثامن اللي هو تكاليف إصلاح السيارة ها 23 ألف 23 ألف نعطيك طريقة سهلة باشتقرأ بها الأعداد ديما تحسب ثلاث أرقام تحطهم في حاظنة ومن بعد تحسب ثلاث أرقام أخرى وتحطهم في حاظنة كما هنا لا شيء وتحت الحاظنة الثانية تكتب ألف وتقرأ عادي تبدأ تقرأ من الحاظنة الثانية عندك 23 ألف ومئة تفقين تفقين خلين نكتبوها اللي هنا 23 ألف رأنا غلطنا تبع معايا 23 ألف ومئة دينار طبعا ونكتبو اللي هنا ثاني الثامن 23 ألف ومئة دينار هذا هو الثامن نكملوا نحلوا المسألة دعنا نكملوا مع العلم أن أباكا كمنا هذا لا تنسى لديه علامة فيه كمناه ومعدنا نجيو له هنا قال لك مع العلم أن أباكا بحوزته مبلغ قدره 25 ألف دينار ما هو المبلغ المتبقي بحوزته وش راح تدير؟ قلنا نزيدو نعود ونقرأوها مرة أخرى بش نعرفوه وش راح يطلب الله هنا جيدا وش ميروحون للمواطيات تعطلت سيارة أبيكا ففحصها الميكانيكي فتبين له أنها تحتاج إلى أربع عجلات ثمن الواحدة هو 3500 دينار وحسب ثمن العجلات لا تنسى تجي تشوف هنا ثمن العجلات هو أربعة عشر ألف تحطو اللي هنا في مستاطيل هكا بش تبني لك الإجابة تاك و تجيك سهلا بعد بش تستخدمها قال لك ومبرد ماء ب 5400 دينار وبطارية ب 3700 دينار وحسب تكاليف إصلاح السيارة ليس هي تكاليف إصلاح السيارة تكاليف إصلاح السيارة حسبناها اللي هي هذه نحن تبع معي نحن نحطها في إيطار هذا جوابنا السؤال هذا بعد قل لك مع العلم أن أباكا بحوزته مبلغ قدره 25 ألف دينار ما هو المبلغ المتبقي بحوزته ما عندها أنتا يا بابك يرح للميكانيكي ما حال كان عنده كان عنده 25 ألف نحا كان عنده 25 ألف دينار وش دار بابك؟ كما قلنا نحن في بداية التمرين خلص ثمن العجالات ما حال تستقاملوا ثمن العجالات؟ تستقاملوا 14 ألف دينار ركزي ملي لازم تحسب بالضبط وش خرج تبدأ التمرين من الأول قال لك خسر على العجالات في ربعة 14 ألف دينار 14 ألف دينار خسر ثاني في الماء في المبرد 5400 دينار وخسر ثاني في البطارية ثلاثة ألف وسبعمائة دينار تشوف شحال صرف بابك؟ شحال مدة دراهم للميكانيكي ومن بعد احنا عرفنا باللي هذو كامل خرجهم بابك راح للميكانيكي كان عنده 25 ألف دينار ومن بعد وش دار في العجالات 14 ألف دينار صرفها ومن بعد زاد في المبرد ومن بعد زاد في البطارية هذا المبلغ اللي عنده راح تنحي منه هذا المصاريف اللي صرفها بيش تعرفش حال بقالوا متفقين متفقين احنا دي جاء في السؤال الثاني تكاليف إصلاح السيارة جمعنا هذو كامل إذا رأك تشوف اللي هنا ها تكاليف إصلاح السيارة وجمعنا تكاليف تعال العجالات وتكاليف تعال المبرد وتكاليف تعال البطارية لقينها 23 ألف ومئة دينار هذه هي المصاريف اللي خرجها بابك كامل ومدها للميكانيكي ووقت هذا كان عنده 25 ألف لذلك نكتب له هنا ثمان تاع الأب 25 ألف ومئة 25 ألف ومئة هي المبلغ اللي كان عند الأب نحي منها نحي مع طرحة دير عملية الطرح نحي منها وش نحي منها تكاليف إصلاح السيارة يعني وش خصر في العجالات وفي المبرد وفي البطارية حسنا نحسب نعم تكاليف إصلاح السيارة هي 23 ألف ومئة دونك هنا نكتبه 23 ألف ومئة كم تساوي راح ندير اللي هنا عملية عمودية ها تبع معايا 25 ألف ومئة ناقص 23 ألف ومئة كم تساوي سفر ناقص سفر 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 ناقص سفر سفر واحد ناقص واحد سفر خمسة ناقص ثلاثة اثنان واثنان ناقص اثنان سفر دونك النتيجة هي ألفين دينار راح نكتب له هنا ألفين دينار ها نكتبها بالأحمر ألفين دينار ألفين دينار هذا هو المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي بحوزته هو ألفين دينار ياخي فهمت كيف حسبناها شوف ركز معايا مليح في المسألة في الوضعية الإدماجية ديما الأسئلة اللولة هذه الأسئلة اللولة تستخدمها بيش تحل السؤال الأخير السؤال الأخير هذا يعتمد على النتيجة اللي لقيتها في الأسئلة السابقة متافقين أتمنى تكون فهمت الضوكة تزيدت التضاح لك الرؤية في الوضعيات الإدماجية القادمة سوف نقوم بعمل كما الوضعية هذه وتجيك سهلة ما لا تتبع معايا بالتوفيق لا تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب لا تنسوش تاني زيب تكريك على هذا الجرس علاش؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين، دروس، انتحانات، برامج، نصائح تصلك في الحين السلام عليكم